نروح للنادي الإسماعيلي طبعاً من الأندية المحببة لجمهير القرى المصرية طبعاً مسؤولي النادي في الفترة الأخيرة كان بيدعمه بشكل كبير جداً بيدعمه بالشكل مادي وكان فيه مكافئات بالنسبة لعيبة بعد فوزه من المباراة الفاتر كمان على المستوى التعاقدي على المستوى التعاقدي بيعملوا اتفاق مع اللاعب محمد رمضان ده طبعاً لاعب فريق مصر المقصة من أجل ضم اللاعب إن شاء الله لصفوف الدرويش بداية من الموسم القروي المقبل خاصة اللاعب أصبح حر ما عندهش يعني هو حر ما عندهش أو عقده انتهى ومن حقه أن يوقع لأين نادي أو أي فريق في الفترة اللي جاية دون الرجوع لإدارة النادي الفيومي بعد ما انتهت طبعاً مدة تعاقده زي ما قلت حدد مسؤولي الإسماعيلي رطوش التعاقد مع محمد رمضان وتم الاتفاق فعلاً على كافة بنود التعاقد بين الطرفين إن الأمر أصبح يعني متوقفاً على توقيع الرسمي أو الإعلان الرسمي للصفقة لا سيما زي ما بنقول إن اللاعب كان يمكن عنده بعض العروض من المقولين العرب والإنتاج الحربي إنه إنه في الآخر توصل إن شاء الله يكون متواجد مع الدرويش إن شاء الله الموسم اللي جاي